اشتركوا في القناة بيرنسات وعرض اعلاني بأربع مليون دولار أمريكي عمر دياب تفوق على ريهانة بس كيف عبدالعزيز جاسم يعود من خلال أوراق من الماضي كثيرة هي الشائعات اللي ترافق الفنانين خلال مسيرة حياتهم الفنية ويعتبر لبض هذه الشائعات ضريبة الشهرة والبعض الآخر يعتبر أنها التدخل واضح في حياتهم الشخصية بقصد الإساءة كثيرة هي الشائعات التي ترافق الفنانين خلال مسيرتهم الفنية أما أبرز الشائعات في عام 2013 حول الفنانين في السعودية امتعد جمهور فنان العرب محمد عبدو من كليب أغنيته وحدة بوحدة كونها لا تليق بتاريخ فنان بحجمه في الوقت نفسه صرح المخرج الكويتي عقوب لمهنة أن عبدو هو الذي أصر على محتوى الكليب والذي ظهر فيه بشكل غير لائق أبدا وأكد لمهنة أنه شخصيا لم يكن يرضى بمحتوى الكليب وفكرته ولكن مع أصرار الفنان محمد عبدو عليه جرى عرضه مما أدى إلى خلاف قوي بينهما واتهم النجم السعودي عبدالله السدحان بالتحرش بالفنانة الكويتية نورا العميري لكنه نفى ما أشيع عنه فكتب عبر حسابه في تويتر إلى كل من وجه أصابع الاتهام إلي بقصة التحرش بنورا العميري اتقوا دعوات المظلوم وجاء رد السدحان بعد اتهام الفنانة نورا العميري أخيرا ممثلا سعوديا بالتحرش بها أثناء وجودها في الرياض لتصوير المسلسل وتعرضها لتهديدات من قبله وتلقيها رسائل عبر الجوال مما دعاها إلى اللجوء للسفارة الكويتية في الرياض وتقديم بلاغ ضده أما الشائعات التي تم إطلاقها هذا العام حول الفنانين السوريين فسمعنا قبل أيام قليلة عن شائعة وفاة الفنان سامر المصري المقيم حاليا في دبي وقد نشرت بعض المواقع الإلكترونية هذا الخبر لكن بأسليب مختلفة منها من قال أنه توفي داخل سوريا ومنهم من قال أنه توفي في الخارج وبالطبع تم نفي تلك الشائعات بشكل تام ولحقت شائعة الوفاة الفنان وائل شرف أيضا في بداية هذا العام والتي عاد لينفيها ويؤكد سلامته أما الشائعات التي تم إطلاقها حول فنانين من مصر فبعد شهور قليلة من زواج تامر حسني من بسمة بوسيل فجأ الزوجان بشائعات كثيرة تلاحقهما وتؤكد انفصالهما إلى أن تامر رفض الرات على هذه النوعية من الشائعات أو التعليق عليها وقرر أن يتجاهلها تماما كما فجأت الفنانة بشرة بمطاردة الشائعات لها أيضا وتردد خبر انفصالها عن زوجها بسبب رفضها اعتزال الفن وتمسكها بالاستمرار في هذا المجال بشرة عرضت لهذه النوعية من الشائعات أكثر من مرة إلا أنها حرصت على الرد على هذه الشائعة حيث عبرت عن استياءها الشديد من نشر العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية هذا الخبر التي وصفتها بالكاذبة والسخيفة دون التأكد من صحتها موضحة أنها تعيش أسعد أيام حياتها مع زوجها عمر رسلان نفت الفنانة أمل حجازي ما نقل عنها بأنه من حق أي فتاة أن تمارس الجنس قبل الزواج وأوضحت هذه أكبر شائعات عرضت لها أعوذ بالله أقمت دعاوى قضائية على كل من كتب هذا أنا أمرأة مؤمنة وأخاف الله وضد العلاقات قبل الزواج استغفر الله العظيم انتشر خبر طلاق النجمة السورية ديم الجندي من زوجها المخرج في راس دهني بسبب وجود طرف ثالث في حياتهما وهو النجمة السورية التي طلقت منذ فترة نسرين طافش هل صحيح أن الممثل شيالابوف متهم بسرقة قصة فيلمه القصير؟ هلونا شفت الحصيل بطل ترانسفورمر شيالابوف ضبط بسبب سرقته لقصة فيلمه القصير الأخير الممثل الذي انتقل الآن إلى وراء الكاميرا أصدر مؤخرا فيلما قصيرا اسمه هاورد كامتر دوت كوم ونسب لنفسه الكتابة والإخراج ولكن بعد ساعات على إصدار الفيلم أشار معجب الكاتب دانيل كلوز إلى شبه بينه وبين كتاب كوميدي صدر عام 2007 قال الكاتب إنه لم يسبق له أن شهد أحد أفلام لابوف وقد صدم لرؤيته يأخذ نصه والكثير من المؤثرات وأن ينسبها لشخصه الممثل اعتذر عبر تويتر وعبر عن أسفه لأنه لم ينسب القصة إلى دانيل كلوز ولكن الكاتب الحقيقي لم يزل غير راضي وقال ناطق باسمه إن اعتذار شايع غير محسوب وهو قد غفر لنفسه حقيقة تضليله للناس فيما يخص أصل الفيلم الكاتب أبنياته بأخذ الممثل إلى المحكمة لتصفية الحساب أثار تصريح للفنان زياد الرحباني كشف فيه عن حب والدته السيدة فيروز للسيد حسن نصر الله الكثير من التعليقات فكافرت زياد على الهجوم الذي تعرض له مع والدته في أول تعليق للموسيقى زياد الرحباني على الزوبع التي أثارتها مقابلته مع موقع العهد عندما قال أن السيدة فيروز تحب السيد حسن نصر الله تحدث زياد الرحباني إلى الإعلام سامي كليب وهذا أبرز ما جاء في المقابلة في بداية الحديث اعتبر أن هناك كمية من الناس الفاضيين أو العاطلين عن العمل فجاء هذا الكلام ليعبئ لهم وقتهم وأسوأ ما في هذه القصة أنها أولئ الناس لا زالوا موجودين واعتبر زياد أن هناك هدف من هذه الحملة ومشكلة تكمن في من لا يملك بوقا للرد على هذه الاتهامات ولفت إلى أن المدونات اليوم مجوهرين من كثرة ما تكلموا عن السيدة فيروز وأشار زياد إلى أن لو أجرت سيئن آن إحصاء اليوم لتبين أن السيدة فيروز والسيد حسن نصر الله أفضل شخصيتين في لبنان في آخر مئة سنة وعن ما ورد في مقال فواز ترابلوس عن أن السيدة فيروز والرحابنة وعلاقتهم بالنظام السوري تساءل زياد شو عرفه بعليئة فيروز مع النظام السوري والبعث العراقي لافتا إلى أن اليسار هو من عليه تولي الدفاع عن السيدة فيروز وعلى ترابلسي أن ينتظر الرد قريبا وكشف زياد الرحباني للمرة الأولى أنه أثناء سفره إلى أمريكا مع فيروز طلب السفير الأمريكي في لبنان مقابلته شخصيا لكي يعطيه تأشيرة إلى أن زياد رفض المقابلة وقال مألوا معي شغل وأضاف الرحباني نعم أنا داعم لخيارات حزب الله حتى لو ذهب إلى مصر وتابع من يهاجم فيروز والسيد نصر الله يدافع عن إسرائيل وعن سبب تحدثه بالنيابة عن فيروز قال زياد أتحدث عن فيروز لأنها تفضل الصمت وعندما ينطق الأصيل يسكت الوكيل وعن أحداث سوريا ولبنان قال الرحباني الآن نحن وسوريا بلد واحد 200% وأشار إلى أن الوضع سيء في سوريا ولكن ستكون له نهاية بعد أشهر وعند سؤاله إذا ما كانت فيروز مع المقاومة أكد الرحباني قائلا أكيد فيروز مع المقاومة أشجاد الممثل كولين فارل عن أهمية الأب والأم بالنسبة إلى أولادهم خلال حفل افتتاح فيلمه الجديد سيفين ميستر بانكس الجواب في التقرير كولين فارل يتشارك البطولة مع توم هانكس وأما تونسون في فيلمه الأخير سيفين ميستر بانكس ويلعب دور روبرت غوف السيء المزاج والمدمن على الكحول وفي الوقت نفسه الوالد المحب لفاميلا ترافرس مؤلفة ماري بوبينز حين كان يجري بحثا حول دوره توقف عند أهمية الأب والأم بالنسبة إلى الأولاد وقال إن فكرة الفيلم الأساسية هي أهمية هذه العلاقة قال كولين خلال العرض الأول للفيلم بعد الفصل هل صحيح أن ريهانة خاصة الثلاث غرف من شخص شقةها لتيابها وكيف تفوق عمرو دياب على ريهانة هياكم الله من جديد أكدت الفنانة قمر أن قضية إثبات نسب أبوة رجل الأعمال المصري جمال مروان للطفلها جيمي لم تنتهي وقالت لقد قمت بكل الإجراءات المطلوبة مني وقد خدعت جيمي لفحص ديين اي لكن جمال مروان رفض المواجهة بعد استدعائه وهو ممنوع من دخول مصر حاليا ويقين في أمريكا وأضافت قمر حتى آخر يوم في عمره رح يقول جيمي هو ابن جمال مروان وبإمكانه الهروب لكنه لا يستطيع إثبات العكس وفي سؤال عن أجمل رجل رأته في حياتها قالت قمر جمال مروان فهو الجداب للغاية وأجمل رجل شافته عيني حقق ألبوم الأخير للفنان المصري عمر دياب الليلة نجاح باهر هذا العام وصنف الألبوم الأكتر مبيعا خلال 2013 وفقا للآيتونز في مصر وقد تفوق دياب على العديد من الفنانين العرب مثل رابح سقر أحلام محمد عبدو والغربيين مثل ريهانا جوسين تامبرليك مايكل بوبلي وغيرهم أكد والد الإعلامي المصري ساخر باسم يوسف عن تفاصيل عودة برنامج البرنامج حيث قال المستشار رأفة يوسف رئيس محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة الأسبق ووالد يوسف اتفق باسم مع أحد القنوات على أن يعود البرنامج للعرض في فبراير الجاي ورفض المستشار الإفصاحا اسم القناة اللي انتقل إليها ابنه وأكد أن باسم يوسف يرفض التدخل في عمله من شكرت الممثلة سكارلت جوهانسن على بشرتها الخالية من العيوب؟ إيش سبب الهجوم اللي تعرضت له جيسيكا هارت من ماجبي المغنية تيلر سوفت؟ وهل صحيح أن ريهانا خصصت ثلاث غرف في شقةها لتيابها؟ نشوف سوى التفاصيل إذن سكارلت جوهانسن تقول إنها تريد أن تشكر أمها على بشرتها الخالية من العيوب وعلى أسلوب الحياة الصحي علمتها أمها منذ أن كانت صغيرة على أهمية شرب الكثير من المياه وهي برهان حي إذ تقول سكارلت إنها تملك البشر الأفضل على الإطلاق وليس هذا فقط فقد أعطتها نصائح حول تنظيف فراش التبرج كل أسبوعين وهذا ساعد سكارلت على الحفاظ على جمالها كثيرا سيدة جوهانسن نحييكي والآن إلى سيئتين سمعت جيس هارت وتيلر سويفت سمعت جيس وهي تقول إنها لا ترى تيلر مناسبة لعرض أزياء فيكتوريا السيكرت وهذا لم يعجب المعجبين بتيلر وعددهم كثير جيس آسفة جدا لمقالاته وهي بالطبع لن تقول أدورا مسئة بعد الآن أخيرا لنلق نظر على الثياب التي لا تعاد لدى ريانا يبدو أن ملكة الـ RMB حولت ثلاثة غرف نوم من أصل أربع في شقةها في مانهاتن إلى مكان لكل ثيابها وأهديتها ريانا تحب العيش في نيويورك وتفكر في الانتقال إليها لأنه من الأسهل زيارة عائلتها في بربادوس السؤال حين تنتقل إلى هناك هيري السايلس يربح دعوة قانونية ضد الباباراتزي التفاصيل والتقرير هيري سايلس الوسيم سارق القلوب ربح دعوة قانونية ضد الباباراتزي محامي الناجم صرح أن هيري قدم طلبا إلى المحكمة العليا من أجل إيقاف ملاحقة الباباراتزي له وقال المحامي هذا ليس طلب عزلة السيد سايلس لا يحاول منع المعجبين من الاقتراب منه في الشارع والتقاط السور وتابع ديفيد شيربون قائلا إنه مخطط كان يتبعه صنف من المصورين إنها نقل بالنسبة للكثير من المشاهير الذين يصارعون من أجل الحفاظ على خصوتياتهم وان دايركشن ظن في الحفلة النهائية لأكس فاكتو في السابس عشر من ديسمبر وهناك صرح السايلس بأن ديفيد بيكهان ظل مثاله الأعلى لوقت طويل تهنين من أجل القضية هاري استمتع بالسلام منهم أبرز الأبطال الخارقين اللي يتملك قصصهم المصورة شركة دي سي كوميكس الجواب في التقرير هذا هو شعار دي سي كوميكس المشهور أما دي سي فمختصا لديتكتف كوميكس إن هذه الشركة هي منزل العديد من الأبطال الخارقين في أمريكا قد تكونون رأيتم الشعارة في بداية فيلم باتمان أو سوبرمان فلنبدأ أولا مع الشاب من كريبتون ظهرت هذه الشخصية عام ثمانية وثلاثين في الأربعينيات تم إنتاج سلسلة من الرسوم المتحركة وأصبح رجل الفولاذ رمزا وطنيا بعد عقد أصبح سوبرمان رجلا من لحم ودم في السلسلة التليفزيونية The Adventures of Superman من بطولة جورج ريفز لكن كريستوفر ريف هو من جعل من سوبرمان ظاهرة عالمية في فيلم صورة عام ثمانية وسبعين كان الفيلم من إخراج ريتشارد دونر وقد سعد إرثه على ابتكار هذا البطل الخارق لعب ريف ببراعة دور رجل الفولاذ وكتب حرف الأس على صدره في ثلاثة أجزاء عام خمسة وتسعين وقع ريف وهو يعشق ركوب الخيل عن حصانه فتعرض لإصابة في عموده الفقري جعلته مشلولا من رقبته نزولا لسوء الحظ عام 2004 توفي ريف جراء قصور في القلب عن عمر يناهز الاثنين والخمسين بعد عامين أنقذ ملحمة سوبرمان المخرج براين سينجر فوضع براندن روث تلك البدلة الشهيرة أخرج السينجر سوبرمان ريتورنز والنسخة الأصلية في باله فهي كانت في قبل فهي كانت مجتمع بصور الناس فهي كانت مجتمع من الناس لكي تتروني فهي نذكره فهي مجتمع بسرابها كثيرا لإستخدام الناس كما تقدمت أجوله كما تقدمت بسرطة العامية بعض الأمور وكما تقدمت بكية وفرماًا معاًا تقدمت عن ابتكر بوب كين باتمان ظهرت الشخصية لأول مرة في استوديوهات ديتكتيف كوميكس في شهر مايو عام تسعة وثلاثين حقق هذا الرجل الذي يضع بدلة وطوات شهرة واسعة في المسلسل التلفزيوني عام ستين عام تسعة وثمانين تم تصوير فيلم بميزانية عالية عن كتاب باتمان كان الفيلم من إخراج تيم بيرتون وقد أصبح أول فيلم يحصد مئة مليون دولار خلال الأيام العشر الأولى من العرض صنعوا منه ثلاثة أجزاء لكن نجاحه انتهى مع باتمان أندروين عام سبعة وتسعين أما الانتقادات التي طالت الفيلم فتمحورت حول أنه يعتمد مقاربة مصطنعة وأن البطل يبدو مثليا اعتبار الفيلم أحد أسوأ الأفلام التي تصور بطلا خارقا وبعد أكثر من عقد أعاد المخرج كريستوفر نولن باتمان إلى الحياة فكان فيلم باتمان بيجينز بعد ذلك عمل نولن على دارت نايت وقد انهالت عليه الانتقادات البناء عند أطلاقه أصبح ثاني فيلم يحصد أكثر من 500 مليون دولار على شبك التذاكر في أمريكا الشمالية اعتمد نولن مقاربة مختلفة عن تلك التي استخدمها السينجر فيما يتعلق بإحياء السوبرمان وكانت له أسبابه الخاصة ليجلس في كرسي المخرج ويعمل على دارت نايت تغى على نجاح دارت نايت موت الممثل الأسترالي هيث لاتجر الذي فارق الحياة بعد الانتهاء من التصوير لقد لعب دورات جوكر وهو واحد من أشهر الأشرار في عالم باتمان بعد الفاصل أوراق من الماضي يهلا فيكم بعد الفاصل يعود الممثل الكبير عبدالعزيز جاسم من خلال مسلسل أوراق من الماضي بعد غياب فترة عن الشاشة ويشارك عدد من الممثلين الخليجين المميزين تقرير عن كواليس التصوير سلسل جديد نوعا مع البيئة الخليجية من ناحية النص النص تشغل عليه حوالي السنة ونص تقريبا فيه شوي حبكة هيكا درامية وفيه شيء بوليسي هيكا قط بوليسي نحن عم نشتغل عليه من فترة إن شاء الله يتقبلون المشاهدين بطريقة حلوة فيه عنا ممثلين عم يقروا أول مرة هالنوع من النصوص ومتفعلين مع الطريقة حلوة كتير إن شاء الله الله يوفقنا نقدم هيكا وجبة شهية للمشاهد الخليجي مسلسل غريب من نوعا لأن مسلسل طبعا لخارج رمضان مسلسل في ثارة في تشوير في أكشن وأول مرة نقوم بالأدوار هذه يعني فيه غموف في العمل مسلسل لأن أنا حبيتها لأن فيه جديد نقيمة للناس أتوقع إن شاء الله يكون من الأعمال المهمة السنة هذه كانت إحدى أمنياتي أني أنا أوقف مع الأستاذ عبد عزيز جاسم طبعا هو دور أبوي أنا ريمو بنت جامعية بنت فاهمة بنت عاقلة هي وحيدة أمها وأبوها وشذي وشخصية جدا رائعة يعني غيرت شوي من الشخصيات حسين كلا تطلع شخصية المسكينة طيبة مش عافيش أنا طيبة هني بس عاقلة وايد الحلو في هذا العمل وفي شخصية مشاعر اللي قاعدة أشتغل فيها أنه يمكن ناس تعودت علي يا شريرة يا طيبة وايد المرة هذه شخصية مشاعر فيها كثير من الغموض والمشاهد رح يتساءل شنو هذي الشخصية ما يفهم هذه الشخصية هل هي طيبة هل هي قاعدة تلعب طبعا أنا ما رح أحرق عليكم العمل لكن في جريمة قتل تصير بهذا العمل وتتهم شخصية مشاعر بهذا الجريمة أخلي للمشاهدين يكتشفون من اللي قام بهذا الجريمة إحنا يمكن نلتقي مع بعض أكثر ما نلتقي مع أهلنا في البيت فإحنا نعتبر دائما نشوف بعض كل يوم ونتناجر انتها وشاني أنا أعتبر هذي أسرتي يعني ما في فرق بيننا اللهم يمكن في شغلاتنا نكون يعني إحنا نكون نلبقين مع بعض أكثر من اللازم مثل نكون في الأسرة إن إحنا مأخذين راحتنا ولكن هذا لأسرتي والتعامل الوايد حلو جميل وفريحنا مع بعض يعني منطقين مع بعض نحب بعض حلوين من هم أبرز الأبطال الخارقين اللي تملك قصصهم المصورة شركة مارفل الجواب في هذا التقرير على عشاق السينما أن يكونوا شاكرين لشركة مارفل فهي الشركة المنتجة الأولى للكتب الهدلية الأمريكية والإعلانات ذات الصلة إنها الشركة التي جاءت إلينا بـ The Hulk، Spider-Man و X-Man قدمت مارفل أول فريق من الأبطال الخارقين عام 61 في The Fantastic Four ما أكسب الشركة شهرة واسعة منذ نهاية السبعينيات وبداية التسعينيات بعت شركة مارفل انترتينمند جروب أفلاما إلى استوديوهات لتنتج أفلاما تبتكز على شخصيات كتب مارفل الهزلية وهذا ما سنصلط الضوء عليه أول فيلم من توقيع استوديوهات مارفل كان بلايد وهو نصف بشري نصف مصاص دماء كان هذا عام 98 لعب ويزلي سنايبس دور البطولة وقد جسد شخصية صياد مصاص الدماء الشرس ليظهر في الجزئين الآخرين من الفيلم خلال هذه المرحلة حصل شيء غريب في مهنة سنايبس فهو لم يحقق النجاح إلا في أفلام بلايد فيما كان أداؤه في الأفلام الأخرى سيئيا أما ستيفن دورف الذي لعب دور الشرير فقد أبله حسنا غالبا ما يعزى النجاح بلايد إلى إعادة إطلاق ظاهرة الأبطال الخارقين في السينما الأمريكية من يتتبع أعمال شركة مارفل يعرف جيدا أنه قبل بلايد حولت ثلاث شخصيات من كتب مارفل الهزلية إلى أفلام لكنها لم تعرض في السينما كان أولها فيلم كابتن أمريكا كان من المفترض إطلاق الفيلم في صيف عام 90 ليصادف والذكرى الخمسين لكابتن أمريكا تم الإعلان بين عامي 90 و91 عن مواعيد مختلفة لإطلاق الفيلم لكنه في الأخير عرض على أشريطة مصورة أما الفيلم الثاني فكان فانتاستيك فور عام 94 لقد تم تصويره لضمان حق الملكية الفكرية ولم ينوي المنتجون يوما إطلاقه في السينما ولسوء الحظ لم يعلم المخرج والممثلين بقرارهم هذا الفيلم الثالث هو The Punisher من بطولة دولف لانجران في الولايات المتحدة عرض هذا الفيلم أيضا عام 94 على أشريطة الفيديو بالعودة إلى القصة الناجحة عام 2000 تبع بليد فيلم X-Men لمخرج The Usual Suspects لبراين سينجر سر المعجبون بالنتائج وقد أثبت النجاح على شبك التذاكر أن بليد لم يكن ضربة حق وكان الجمهور مستعدا لغزو بطل خارق جديد فقدم لهم X-Men ما يريدون وكان لفيلم من أفلام X-Men وولفرين تأثير الأكبر وحقق نتائج رائعة كانت الأمور لتصبح أفضل بالنسبة إلى مارفل فتلميذ يتحلى بصفات العنكبوت كان يتحرق شوقا ليظهر أن مسؤولية كبيرة ترافق القوى الخارقة ظهر سبايدر مان على الشاشة عام 2002 أما مخرج الفيلم فكان سيدا روب سام ريمي الذي اشتهر بإخراجه سلسلة الأفلام الثلاثية Evil Dead وقد عمل سبايد باحترام في القرآن في بالقرآن في بسبب الإفارة في أي رقم يتحرق شخص يحصل على كل حالة ورميذة وكل أشخاص من أجل الجميع وفي أن أحيان كنت لتشاهدات حققًا وفقاً 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 نفسه أنا أعرف أفضل طفل هذه السابق حققت سلسلة أفلام سبايدرمان الثلاثية حوالى مليارين ونصف مليار دولار عالمياً لكن ليس كل ما تلمسه شركة مارفل يتحول إلى ذهب تلك كانت حال دير دافل الذي تم إطلاقه في السنة نفسها التي عرض فيها سبايدرمان لعب بان أفليك دور مطبق القانون العامل مع أن الفيلم حصد أرباحاً كبيرة إلا أن المعجبين أصيبوا بخيبة أمل فهم لم يحبوا أفلك في بدلة الشرير كما أن أحداث الفيلم أهملت روح الكتاب الهزلي وركزت أكثر على العلاقة الرومانسية عام 2004 عمد المخرج إلى مقاربة جديدة فكانت النتيجة عملاً مرضياً بالنسبة إلى الجمهور أكثر ما أفرح محبي السينما هو رؤية جانيفر جارنر تجسد شخصية إلكترا كان أداؤها رائعاً في الفيلم الذي أطلق عام 2005 لكنه لسوء الحظ لم يحقق النتائج المرجوة في الواقع كانت النتائج أفضل فها هما جانيفر جارنر وبن أفلك متزوجان كان ذا هالك البطل الخارق التالي كان من المفترض أن يكون عام 2003 عامه لكنه لم ينزل إلى السينما حتى 2008 اعتدنا البرامج التليفزيونية التي حصدت شعبية كبيرة في الثمانينيات The Incredible Hulk لذا فقد حان وقت تصوير فيلم ذي ميزانية عالية ومن حقق ذلك كان المخرج أنجلي حقق الفيلم من الأرباح 132 مليون دولار في أمريكا الشمالية و113 مليون دولار في البلدان الأخرى لكن بحسب المنتج أفي أراد كان الفيلم فاشلاً على شباك التذاكر إلا أن هالك تسب شعر واسع ما كان كافياً لتصوير جزء آخر منه ما أدى إلى ظهور الرجل ألي في The Incredible Hulk عام 2008 كانت العيون كلها شاخصة على هذا الفيلم إذ لم يريد الجمهور أن يصاب بخيبة أمانتها هذه المرة لعب أدوارد نورتون دور الوحش الأخضر وقد نجح في ذلك بمساعدة قسم المؤثرات الخاصة أراد منتج الفيلم مزيداً من التشويق إذ كان هذا ما ينقص نسخة أنجلي لكن نورتون يفضل أن يكون أكثر إثارة للمشاعر الأصداء التي أحطت بالفيلم كانت سلبية كتبت السحف عن معارك كثيرة حصلت في موقع التصوير كما سوار الشك المعجبين وقد طالت الشائعة خاصة ليف تايلر في السنوات اللاحقة حقق أبطال مارفل الخارقون أرباح طائلة على شبك التذاكر تم تقديم فانتاستيك فور وغوست رايدر إلى الجمهور وأحب عشق السينما أكس مان وسبايدر مان وبلايد عام 2006 بلغت مارفل نقطة تحول أراد المسؤولون في الشركة أن يحكموا سيطرتهم أكثر على أفلامهم والشخصيات فيها رأى آيرنمان أقل الأبطال الخارقين شهر النور عام 2008 لكن شيئا بدى مختلفا إن آيرنمان هو من أشهر أفلام شركة مارفل حتى يومنا ولأن شركة مارفل مولد بنفسها الفيلم أبقت الأبواب مشرعة أمام الإبداع وحرية العمل فتجرى المخرج جون فاورو على الاستعانة بروبر دوني جونيور الذي جسد شخصية توني ستارك أي آيرنمان كان خيارا فيه مخاطرة إذ اعتبره كثيرون كبيرا رابرت كان مخاطرين لتعامل هذا الشخص وكان أحد من الأشخاص الذين يمكنك أن تكون هذا المصدر وكانه ليس مخاطر الذي أجلته كثيرون كبيرا كان هو المخاطر الذي أجلته لذا كنت تؤكد أنه كان مخاطر كثيرا يمكن أن يكون المخاطر في مخاطر الغيرنمان لذا كنت تحصل على المملكة لتعامل هذا الشخص وكان يصبح مخاطر مختلفة ومعنى مخاطر في كل مخاطر عندما كنت أصدقائي وكان هذا مهم جدا لنا فقط نعملنا نفسنا ونحن نحن نحن نفسنا ونحن نحن نفسنا ونحن نفسنا ونفعله جيدا ومعنى المتعوى الذكاء الكلمتان الأهم بالنسبة إلى مارفل وتشاركها شركة دي سي كوميكس المنافسة لأهداف نفسها لكن هل نجحت؟ سنأتيكم بالجواب لكن أولا فلنلقي نظرة إلى أفلام ترتكز على كتب هزلية لكنها لم تحقق شهرة واسعة من هي الممثلة ساندرا بولوك؟ وهل تعتبر حياتها العملية والعاطفية ناجحة؟ وهل كمان شاركت في أعمال خيرية؟ الجواب بالتقرير كانت مقنعة بدور عميلة الأف بي آي كما وحلقت بعيدا في الفضاء ومازالت تبدو مذهشة إنها النجمة الفائزة بأوسكار ساندرا بولوك ولدت ساندرا في فيرجينيا وتمتد جذورها من حول العالم فوالدها من ألباما لكن يجري في عروقه دم إنجليزي وإرلندي وألماني وفرنسي في حين أن أمها ألمانية في صغرها سافرت كثيرا إلى ألمانيا مع أمها لهذا تكن حبا كبيرا لتلك البلاد وتجيد لغتها ساندرا ناجحة في حياتها العملية فقد حصدت جائزة أوسكار وهي على ما يبدو تمضي حياة رائعة لكنها عانت كثيرا عند اكتشافها خيانة زوجها جيسي جيمس لها فطلبت الطلاق تقوم ساندرا منذ سنوات بكثير من الأعمال الخيرية وقد تبرعت بمليون دولار للصليب الأحمر الأمريكي في أربع مناسبات مختلفة انتبه حلقتني لليوم من عرب وود مع أخبار المشاهير الأتراك التفاصيل كلها في هذا التقرير تعتبر النجمة التركية بيرنساد أي فاطمة الأكثر طلبا بين النجمات كوجه إعلاني لأهم الشركات تلقت النجمة المعروفة مع خطيبها مغني البوب التركي كينان دوغلو عرض إعلاني من قبل شركة إنشاءات بقيمة ثلاث ملايين دولار أمريكي كما تلقى الثناء عرض إعلاني جديد مع أحد البنوك بقيمة أربع ملايين دولار بيرن وكينان لم يردان على العرضان بالرفض أو القبول حتى الآن يستعد شاب روسي ليؤدي الحركات الخطيرة التي سيعجز النجم التركي كيفانش تاتليتوغ أي مهند عن القيام بها بعد أن سقط عن حصانه وكسر أربع من ضلوعه وذكرت أحدى الصحف التركية أنه تم جالب شاب من روسيا يشبه تاتليتوغ ليؤدي الحركات الصعبة وكان تاتليتوغ سقط عن الحصان خلال تصوير مشهد من مسلسله الذي يؤدي فيه دور جندي بالجيش الروسي وأشارت الصحيفة إلى أن ممرضة تحضر يوميا إلى الفندق الذي ينزل فيه تاتليتوغ وتعطيه الحقن لتخفيف الألم هياكم الله في القسم الأخير كيف كانت إطلالات الممثلة جيسيكا بيال على السجاد الحمراء خلال السنوات الماضية؟ إنها ممثلة هوليوديا في الثلاثين من العمر شاركت في سبب هابا وتعرف كيف تفلت من المنشار وهي من انتظرها جاستن تيمبرليك عند المغضح إنها الفريدة من نوعها جيسيكا بيال تعرف هذه النجمة كيف تلهب قلوب الجميع على السجادة الحمراء في حفل جوائز الأسكار عام 2007 تألقت بفستان أرجواني وفي العام التالي في مهرجان البندقية السينمائي اختارت فستان فضيا من مجموعة إيف سان لغان في حفل الجولدن جلوب عام 2012 كانت أيف الجمال في فستان كفستان عروس وفي مهرجان كان عام 2013 سارت على السجادة الحمراء برفقة زوجها جاستن وهي ترتدي فستانا من مركيزة مصنوعا من الريش ونفذ بدقة بالغة عندما يتعلق الأمر باختيار الموضة الأنسب على السجادة الحمراء لا أحد يتفوق على جيسيكا بيال سيمون كويل يحرص دائما على أن تكون كلابه سايدة ديفيد بيكام يسيطر على إدهار مشاعره وهيريس سايلس يغار منه نشوف التفاصيل إذن سيمون كويل يعتاد على موضوع الأبوة إذ إنه سيصبح أبا بعد بضعة أشهر هل أنتم تصرخون؟ سوف يشتري زوج كلاب شخصية أكس فاكتر المفضلة اشترك كالبين يورك شاير وقد سلبى عقله حتى أنه أحضر معالجا ليتأكد من أنها كلاب سعيدة يا للجراء المحظوظة لنأمل أن والدهما لن يفقد صوابه والآن بيكس الذي يسيطر على إظهار المشاعر في أكثر من مناسبة خلال العرض الأول لفيلم The Class of 92 تمكن ديفيد من كفح دموعه والسيطر على مشاعره وإخفائها لأنه يعلم أنه إذا تأثر عند رؤية ازدهار مسيرة على الشاشة الكبيرة فإن زملائه سيسخرون منه ويستهزئونه أخيرا هاري ستايلز بحاجة إلى بعض الدعم الشاب الجذاب ذو الشعر المجعد كان يعتبر بيك كمثل أعلى وكأكثر الشخصيات المحببة لديه ولكن بما أنه يعلم أن بيك على رأس اللائحة بالنسبة لكل الشباب تحت سن التاسعة عشرة فقرر أن يختار شخصا آخر يحتذي به من هم أبرز الممثلين المخضرمين اللي انتقلوا وراء الكاميرا وأصبحوا من المخرجين اللامعين الجواب هنا في التقرير يبدو أن كل ممثل يرغب في الانتقال إلى قافلة الإخراج لكن لا شيء جديد في هذا ففي بداية القرن العشرين هذا ما فعله تشارلي تشابلين وكذلك جمع أورسون ويلز بين التمثيل والإخراج وتبين أنها خطوة ناجحة إذ حقق فيلمه سيتزن كين شهرة واسعة عام خمسة وخمسين ظهر ممثل على الشاشة الكبيرة كان ممثلا ومخرجا في الوقت نفسه كلينت إستوود أكثر ما اشتهر فيه هو أدواره في أفلام الوسترن بدايته الإخراجية لم تكن بروعة بدايته في التمثيل لكن موهبته بدت واضحة في فيلمين The Gauntlet و Play Misty For Me ليصبح أخيرا في الثمانينيات مخرجا لا يمكن لأحد تجاهله إذ أثر عميقا في الجمهور بإخراجه أما التقدير الأكبر فكان في التسعينيات فقد فاز بأربع جوائز أوسكار عن فيلم الوسترن عن Forgiven ولم تكن مفاجأة لأن لا أحد يعرف هذا النوع أكثر من كلينت ولم تكن مفاجأة لأن لا أحد يعرف هذا النوع أكثر من كلينت وهنا قوته كان شجاعا كفاية لخرق قوانين عالم السينما إذ لم يكن يبالي بما يريده الجمهور وقد أبل حسنا ففيلم الدراما مليون دولار بيبي الذي تدور أحداثه حول ملاكمة أنثى حقق أرباحا على شباك التذاكر فاقت المائة مليون دولار وحصد أربع جوائز أوسكار وماذا عن فيلم ميستيك ريفر الذي صوره بعد عام عام 2003 حقق أيضا مائة مليون دولار وحصد جائزتي أوسكار طبعا يدفعك مثل هذا الفيلم للسير على السجادة الحمراء ليتحول هذا الحدث إلى حدث مميز انتبهوا جيدا حضر العرض الأول لفيلم ميستيك ريفر ثلاثة ممثلين أصبحوا مخرجين فإلى جانب سيد إيستود حضر إلى العرض الأول لميستيك ريفر الممثلان كيفين بايكن وتيم روبينز إذ مثلت خبرتهم في موقع التصوير مصدر وحي على المحاولات ممتلائية لا أعتقد أنني أدفعوا أمم المتعشفين كيف يحمي البيعي وإثبار شخص وإذن أكثر كانت تشكية فإن أعادم الكثير من حوالة تشكية يبدو مباشرة بالكلمة ولكنه مباشرة وهو مباشرة وهو كما تكون قلوبة ولكنكما تبدو أنك وكما تبدو نفسه يقول منه تقول إنه مباشرة ولكنه مجميل عملي وخفض ومشرت ومشرفة ومن يقدر أنه وشاهدهم للجميع أن يكون حاول الوصف و وشاهدهم لأنك يكون محاول ما اتبعاً ومشاركة والمشاركة لن تكون محاولاً أنت لا تشعباً بالطمئة بالطبع للسلاة كانت نظر مما منهما ما تكون في حالي الوزن سيكون بأنه يتركت الأنونة للسلحة للحالي ويذهب على خطر المنزل وكسي مما شخص أماني من أنت بحاجة عام 2006 ما كان أحد ليعترض كلينت المخرج كان قد بلغ السبعين من العمر ولم تخرق وهو بعد بل صور فيلمين إضافيين من دون أي صعوبة حصد الفيلم الأخير جائزة أوسكار وتسبب بالشجار مع المخرج سبايك لي الذي لم يكن يشاطر كلينت الرأي نفسه فيما يتعلق بالأفلام الحربية لكن حتى مخرج غاضب لم يتمكن من إحباط عزيمة كلينت عام 2008 أخرج مجددا فيلمين ناجحين تشينجلينغ وغران تورينو من دون أي صعوبة من المخرجين المعاصرين لكلينت أنتوني بيركنز الذي اشتهر بدور القاتل نورمان بيتز في فيلم سايكو بدأ بيركنز التمثيل في بداية الخمسينيات تعلم هذه الحرفة وهو يلعب أدوار في المسلسلات التلفزيونية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة